طيب يا دكتور الفتك مع الرياضة الفتك طبعا ما احنا قلنا ان من اسبابه او من العوامل المؤدية للفتك اللي هي الضغط داخل البطن او الحزق الرياضي فيها حزق كتير بذات اللي بيعملوا بقى رياضات البادي بيلدين وكمال اكسام والحاجات دي في حاجة اسمها فتك رياضي بيجي للناس دول ممكن مع شيلة تقيلة مع رفع قوية كده يحصل له تمزق في العضلة وحتى المريض ده الحياة ما مش بنعمله عملية في وقتها يعني هتنصبر عليه ونديله علاج دوائي وحاجات تهدي شوية المزء اللي حصل في العضلة ده لغاية ما التورم والالتهابات ولو حصل التجمع ده وكمان يتحسن لو بعد ده كله ما رحش الفتك ساعدها بنضطر نعمله العملية فهما طبعا الرياضيين معرضين لفتاء انت حقيقي حتى لو شفت صور كتير لهم البادي بيلدرز او اللاعبي كمان بتلاقي ده من الصورة عنده مقلوبة البر عادة بيبقى عنده فتق في الصورة بس فتق صغير هممكن يعيش بيه يعني ما يحتاجش ان هو يعمل طبعا مش كل الرياضيين لا مش كل الرياضيين بس احنا بنقول دول عندهم قابلية القابلية بس انه هم بيبقى عنده نسبة من نسب الضغط داخل البطن عن طريق الحزق والشيل التقيل والحاجات دي ده بيبقى عنده قابلية لانه هو يجيله فتق في الصورة بالزيد يعني هو ملوش علاج دي يا دكتور لا لأسف يعني انا بس ما بحبش كلمة ملوش علاج دي لانهم بيخافوا اولا هو الموضوع عملية دي حاجة سهلة جدا انا عندي اعمل عملية وما عودش شهر اخده لك بس هو الناس فاهم الموضوع ده غلط فاهم ان عملية يبقى خلاص يعني ده حاجة بخطر بالعكس ما هو دي مهمة من مهمات البرنامج الجميل بتاع حضرتك البرنامج بتاعنا سوا